مجز السابع صباح من الاخبارية السورية حياكم الله تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة لهجوم كبير من قبل المجموعات الارهابية على بعض النقاط العسكرية المحيطة ببلدة محردة واستعادت السيطرة على نقطة أبو عبيدة وشلويت وقضت على عدد كبير من الارهابيين بريف حمى قام العماد علي عبدالله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المواقع والنقاط العسكرية في حلب وريفها والتقى المقاتلين ونقل إليهم محبة وتقدير رئيس بشار الأسد واعتزازه ببطولاتهم وتضحياتهم واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين لشرح مفصل حول طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا المسلحة واطلع على خطط العمليات القتالية والمراحل التي خضتها على عدة اتجاهات في جنوب وغرب حلب كما زار العماد أيوب الكلية الجوية في كويري الشرق حلب والتقى مدير الكلية والضباط والقادة الميدانيين واطلع على طبيعة المهام القتالية المنفذة في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي دخل الجيش العراقي مركز ناحية حمام العلي الجنوبي الموصل ورفع العلم العراقي فوق مباني وقالت مصادر عسكرية أن قطاعات الشرطة الاتحادية والفرق المدرعة التاسعة دخلت مركز حمام العليل جاء ذلك بعد تكبيل الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات هذا وتواصل القوات العراقية المتقدمة نحو الموصل عملياتها في حمام العليل وخاصة في الأحياء الشرقية من البلدة الأخيرة التي تفصل بين الجيش ومعقل تنظيم داعش في الموصل أظهر استطلاع للرأي تقلص الفارق بين المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب بنقطة مئوية واحدة على مستوى كل الولايات الأمريكية وذكرت رويترز أن الاستطاع الذي أجرى ماهد مارست أظهر استمرار تقدم كلينتون في ولايات قد تكون حاسمة في تحديد الفائز لكن الفرق بينها وبين منافسها باق بعد الكشف في الأسبوع الماضي عن أن مكتب التحقيقات الاتحادي يفحص مجموعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني في إطار تحقيق نجري في طريقة تعاملها مع معلومات سرية أثناء عملها وزيرة للخارجية نهاية الموجز بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة